أيام عصيبة ينتظرها العراقيون خلال الفترة المقبلة بعد تسجيل قفزات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا شتاء لن يكون سهلا بحسب جميع المؤشرات خصوصا بعدما دقت وزارة الصحة الحالية ناقوس الخطر محذرة من دخول السلالات الجديدة من الفيروس إلى العراق الوزارة رمت الكرة في ملعب المواطنين محملة إياهم مسؤولية استهالتهم بالإجراءات الوقائية بعد أن أكدت أن نسبة من يرتدون الكمامات لا تتجاوز الاثنين بالمئة فقط بالتزامن مع عودة الحياة إلى طبيعتها بجميع مرافقها في ظل إقامة مجالس العزاء والأفراح والتجمعات الانتخابية والمؤتمرات وغيرها تفاقم معدلات الإصابة بالفيروس دفع وزارة الصحة للتلويح بخيار عودة الإغلاق وتعليق الدوام في بعض المؤسسات الحكومية وتشديد الإجراءات ومنع السفر في محاولة متأخرة بحسب مراقبين للسيطرة على تفشي الوباء بيد أن أسباب ارتفاع الإصابات لا يمكن حصرها بإلقاء اللوم على المواطنين فقط حيث كان لتخبط قرارات السلطات الحكومية دور بارز في تدهور أوضاع البلاد الصحية لا سيما بعد إعادة الطلبة إلى فصول الدراسة بجميع مراحلها على الرغم من تحذيرات مفوضية حقوق الإنسان من تبعات ذلك مخاوف يعززها واقع القطاع الصحي المتردي في ظل وجود سرير واحد فقط لكل 700 عراقي إضافة إلى قلة المستزمات الطبية واصطوانات الأكسجين التي سببت شحتها قتل الكثير من المصابين وفي الوقت الذي يحكم الفيروس الخناق على العراقيين تبحث الحكومة الحالية عن دعم المالي من أجل استيراد اللقاحات ضد الفيروس الذي يواجه بخزينة خاوية وانهيار اقتصادي غير مسبوق ليبقى مصير المواطنين مرهوناً بضبابية الأقدار والاحتماد على الالتزام بالإجراءات الوقائية ترجمة نانسي قنقر